موسيقى 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 بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمة وبركة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها أمين وصلنا المرة اللي فاتت لغاية فين التحقيقات الامبراطور المجمع اللي عمله أو المؤتمر اللي عمله من أكتر من 30 أصف للتحقيق في شك وقطاخي بخصوص التزوير اللي حصل في أعمال المجمع المكاني بتاع مما رجعهم هما عشان ما يبقاش فيه آه اتهام بالانحياز أو بال يعني بالتحامل كانت نتيجة هذه التحقيقات أن تحقق الجميع من فعلاً في تزوير حصل في محاضر الجلسات وفي أقوال أطاخي وكان واضح جداً أن أطاخي أدين لا لشيء إلا لأنه لأنه رفض القول بالطبيعتين من بعد الاتحاد آه ورفض أنه يلعن ويحرم الأباء اللي قالوا بالطبيعة الوحدة آه بخلاف كده ما كانش فيه حاجة ممكن يكون غلط فيها لأنه أقرب إن ربنا ينسى المسيح كامل في لهوته وكامل في نسوته وأنه من نفس جوهر الآب من حيث لهوت ومساوي لنا نسوتياً وقالها بتعبيره البسيط من نفس جوهر أمه أمه مساوي لنا وأمه طبعاً هي من نفس الجوهر بتاعنا اتحكم عليه طبعاً والتحقيقات اللي أجريت آه في القسطنطنية أثبتت فعلاً إن حصل تزوير وأنه أطاخي فعلاً آه حكم عليه آه نتيجة هذا الاتهام إنه لم يقرب الطبعتين وأنه نصب إليه ظلماً ما لم يقوله وقلنا لهين دي نفس الاتهامات اللي كان بيتهم بيا البابا كيرولوس يعني حكم عليه إنه أبوليناري يعني سيغة الحكم اللي جات إنه هو إيه سقط في بدعة أبوليناريوس يعني مش ما جابش حتى لما التهم بالهرتقة ما قالوش إن فيها ارتقة جديدة التهم إنه هو سقط في بدعة أبوليناريوس وده نفس الاتهام اللي كان بيتهم بيه البابا كيرولوس أو أي حد كان يقول بالطبيعة الوحدة كان لابد يتهم بهذا مهما قال بقى إن لأ نسوته كامل واتحاد حقيقي وخاد جسد كامل يعني زو نفس عاقلة مهما قيله كان هو الاتهام المتكرر والمواجه المشكلة مش في الاتهام وبس يعني أولاً هو حصل تأويل للاتهام بدل ما يقولوا إنه التهم عشان رفض القول بالطبيعتين ورفض الاعتراف بأن صيغة الاتحاد اللي بيقولوا عليها دهيت كانت صيغة فعلاً بالمفهوم اللي هما بيدعوا بيها هو ده السبب اللي عشانه قدين ده من جهة من جهة أخرى حصل تغيير في الأقوال تزوير ودي كانت المشكلة الأكبر كمان المشينة إنه حصل تلاعب في الأقوال بتاعته بحسب جلسات المجمع وطبعاً كان وضع مغزي جداً 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 لفليبيانوس وخصوصاً لما نقرأ يعني هعيد حتة تاني قلناها المرة اللي فاتت بس هضيف عليها حاجة جديدة إن في الجلسة التانية في المؤتمر أو المجمع اللي انعقد لمناقشة شكوى أطاخي إن حصل تزوير الجلسة التانية دي كانت في 13 أبريل للتحقيق في الشكوى المقدمة من أطاخي في تزوير مجمع القسطنطينية والتي تبرهن فيها التزوير وكذلك كتابة الحكم المسبق برضو قلنا المرة اللي فاتت إنه مش مجرد حصل تزوير وتأويل ولكن كان الحكم مكتوب ومدان من قبل المجمع ما يخلص وثبت ذلك من مين من أعمال المجمع اللي هي موجودة عندهم فبنقوله الذي تبرهن فيها التزوير وكذلك كتابة الحكم المسبق بإدانة أطاخي قبل نهاية التحقيق معه قد تم الكشف عن كل ذلك في حضور فليبيانوس لأن فليبيانوس جي حضر وطاخي ما حضرش التحقيقات في التزوير لأن كان معطوع من الشركة ما جايش لكن الإمبراطور قال إنه ممكن يبعت مندوبين عنه فبعت اتنين رهبان وهنا فيه برضو موقف بيحصل فيه مغلطات أن رغم أن المؤامرة كانت مكشوفة جدا وبرهنها ظهرت لكن كان فيه احترام أن اتحكم عليه في مجمع فالحكم كان ساري لغاية دلوقتي أطاخي ما حضرش البابا ديوسكوروس لم يتدخل كل اللي حصل دوت البابا ديوسكوروس في اسكندرية كل التحقيق دي بتتم فين؟ في القسطنطينية عشان التكرار الاتهام للبابا ديوسكوروس ده هو اللي برق أطاخي وحله لها الحكم بتبرئة أطاخي من الحكم اللي صدر عليه أثبت وتبرهن في التحقيقات اللي حصلت في القسطنطينية نتيجة شكوى أطاخي وبالفعل كان أطاخي ظل في الوقت ده كان ينفذ الحكم بنقول قد تم الكشف عن كل ذلك في حضور فلابيانوس الذي شعر بالعار مما دفعه لتقديم استقالاته التي رفض الإمبراطور قبولها محيلا القضية برمتها للمجمع المسكوني القادم في أفاسوس في الليبيانوس لما الأمور تكشفت كده وبقى يعني فعار كبير هو نفسه ما استحملش فرح مقدم استقالته محدش حكم عليه الامبراطور رفض مش الامبراطور اللي يقرر لا قال يتعمل مجمع مسكوني ويبت في الايه في الأمر وده كله بيظهر ويؤكد بوضوح نزاهة وعدالة المجمع المسكوني في أفاسوس برئاسة البابا ديسكورس يعني فليبيانوس ده حالة من الحالات اللي اتحكم عليه في مجمع أفاسوس اتنين بالعزل هو نفسه نتيجة العار اللي كان يعني فيه لان حصل تزوير بمعرفته كان قدم استقالته يعني دي قضية كانت منتهية من قبل المجمع ما يتعمل ولكن رغم كده الامبراطور رفض الاستقالة وهنشوف حصل ايه الكلام ده انا بقوله بإجاز لكن هنشوف بقى الوثيقة اللي بتقول كده اه في سيلرز جابها بيقول ايه وفي المؤتمر الثاني برئاسة فليبيان وبحضور فلورنتيوس وأثنين من المسؤولين الامبراطوريين الآخرين الأرستقراطي مرة أخرى عمل بمهارة لأجل قضية السكنداري الأرستقراطي ده يقصد الشخصية المدنية اللي موجودة يعني في التحقيق قرر فلورنتيوس أن يتم فحص الأعمال على الرغم من أنه لم يكن لديه رغبة في اتخاذ إجراء ضد ايتيوس وبقية الكتب الموصقين المسؤولين عنهم إتيو الزكاتب تم الكشف عن هدفه في نهاية المؤتمر عندما بعد قراءة أعمال المجمع والمناقشة حولها والتي تم تدوينها في المحاضر الرسمية يمكن استخدامها لجلب عدم الثقة أو الشك في المجمع في المجمع اللي هو مجمع فليبيانوس اللي هو القسطنطينية وإظهار أطاخي على أنه المؤيد الراصخ لعقيدة كيرولوس الأرسوزوكسية أمر بإحضار جميع الوسائق لمعرفة الإمبراطور الإمبراطور بعتهم لما كشفوا الحاجات دهيت جمعوا كل نتائج التحقيقات وتفاصيلها دهيت راحت للإمبراطور شخصيا وبالتالي تشكل أساس التحقيق في المجمع المسكوني العام القادم في ظل هذه الظروف كلام ده سيلرز اللي بيقول يمكن للراهب أن يواجه المستقبل بثقة متزايدة يمكنه أن يطلب من الأساقف أن يحكموا في قضيته في ضوء هذا الدليل الجديد ومع قيادة ديوسكورس للإجراءات كان الحكم اللي صالح يشبه مؤكد مؤكد ليه؟ عشان بحق ومش عشان حاجة تاني إلى جانب أن في هذا الوقت كان فليبيان تماماً في عار من اللي بيقول؟ سيلرز كان قد قدم بالفعل الاستقالة من منصبه عندما أمر الإمبراطور بعقد مجمع عام لما التفاصيل دي بدأت تروح للإمبراطور طبعاً الإمبراطور كان انطقي جداً الإمبراطور السودوس رغم من الحقائق واضحة لكن الشأن الكنسي يتركه للسلطة الكنسية فدول ناس كانوا بمثابة بطارقة وأسقف مين اللي يحكم لازم مجمع عام فبيقول كان قد قدم بالفعل الاستقالة من منصبه عندما أمر الإمبراطور بعقد مجمع عام لكن الأخير اللي هو الإمبراطور الذي اعتبر الاستقالة المقدمة كإهانة شخصية قد أمره بشكل قاطع بالعودة إلى كنيساته قال له ترجع كنيسك وتمارس سلطاتك وحسه على أن يكون مع إيمان نقيا الذي تم تأكيده في آفاسوس ومع ذلك لم يكن سؤدوسيوس راضياً على التوجه الذي يتبنى رئيس الأساقفة اللي هو فليبيانوس وطلب منه اعتراف لإيمانه اكتب إيمانك شوف إيمانك ده يعني شكله إيه امتسل فليبيان وأرسل إلى الإمبراطور بياناً عقائدياً في حين أنه يحتوي على الصيغة الرئيسية لعقيدة الإسكندرية قريباً لمثل ما قاله في المجمع المكاني حينما علق على صيغة المصلحة كانوا دايماً يتشاع علاقوا في ايه اه دي القديس كورولوس المصلحة بتاعته هي ايه هو ده إيمانك اختزل القديس كورولوس باكتباته بالبنود الاثناشر بكل حاجة في الصيغة اللي كتبها سؤدوريتوس والدعو إنها صيغة المصلحة أو الاتحاد هنشوف الاعتراف ايمانه قدم ايه بقى فبالفعل قدم رسالة كتب رسالة للامبراطور سؤدوسيوس ثم اعترف في المسيح طبيعتين من بعد تجسده من العدرة الطاهرة وعقنوم واحد وفرصوف واحد هو مسيح واحد وابن واحد ورب واحد ولم ننفل لقول القائل ان في كلمة الله طبيعة واحدة هو في اللي بيانوس بيقول كده مش هننفل حد يقول طبيعة واحدة اذا اضاف الى قوله ان الطبيعة المسكورة متجسدة ومتأنسة بسبب ان من الطبيعتين حصل لنا يسوع المسيح رب واحد اما الذين يبشرون واعتقدون بابنين وفرصفين واقنومين لم يكرزوا بواحد هو الرب يسوع المسيح ابن الله الحي فنحرمهم ونحرم نصور المنافق القول اللي اعتراف ده بقى انا جبتلكوا اللي فات ده من سيلرز ده من مطبون المجمع الخلق دوني اللي كلمتوك عنه فهنا نفس الفكرة اللي تقررت في خلق دونيا بعد كده فكرة الاقنوم الواحد في طبعتين وتأويل وتفسير القول المشهور للقديس كورولوس واللي كان قاله قبل منه اساناسيوس واللي هما بيقولوا ده اصلا تعبير ابو لناري يفسروه بالمعنى اللي يؤدي لطبعتين يقول ممكن نقبله لو قالوا ان الطبيعة متجسدة باعتبار ان يقولوا طبيعة واحدة لله الكلمة دي الطبيعة اللاهوتية ولما يتقال كلمة متجسدة دي تبقى كانها الطبيعة الناسوتية ويلاحظ هنا اعتقاد فليبيانوس الصريح بالطبعتين ومحاولة تفسير تعبير الاباء المشهور طبيعة واحدة للاله الكلمة المتجسد بمعنى الطبيعتين خلي بالكم كل ده حصل امتى قبل مجمع افسوس عشان لاوين الدعا بعد كده ان مجمع افسوس ده مجمع لصوصي اه البابا دي اسكروس هو اللي عمله وكان فيه عنف وظلم وافترة اه وانه ظلم فليبيانوس وظلم هيبة وظلم سودوريتوس وقد الحلل وقطاخي فيه كتير ما يعرفوش ان كل القضايا دي كانت بالفعل محسومة من قبل ما ينعاقد مجمع افسوس اثنين والبابا دي اسكروس كان بعيد عن يعني ما تذكرش اسمه في الاحداث زهية خالص يعني هنا في بليبيانوس زور وأول اه اه اطاخي حاجات اه ما قالهاش زي ما كان يتقال على البابا كيرولوس واقر صراحة بالطبعتين في اعتراف ايمانه وقدم استقالته يعني قضيته من قبل يعني اي واحد كده يعني من البديهيات هيستنتج ان في محاكمته هيجراله ايه قضية منتهية بالفعل نشر مرسوم ملكي في تلاتين مارس ربعمية تسعة واربعين يوصي الاساقفة ليستعدوا بدون اعذار للحضور الى افسوس في اغسطس الامبراطور بقى هو ماله ومال الحاجات ده هي اتفاء دعا لطل مجمع مسكوني مين اللي دعا ليه الامبراطور في تلاتين مارس ربعمية تسعة واربعين وحدد معاد المجمع ان هيكون في اغسطس طبعا دي قضية فليبيانوس كانت واضحة من ضمن القضايا اللي هتتناقش في مجمع افسوس كان في الوقت ده احنا قلنا ان كان في ستة وعشرين اكتوبر الامبراطور اصدر مرسوم بخصوص هيبة واللي رسمهم واللي معاه جات الشكاوي كتير بخصوصهم فقال تصمع هذه الشكاوي وهذه الاتهامات في جلسة تحقيقات وحدد ثلاث اسقفة هما اللي هيقوموا بيها الجلسات دي بدأت ابتدت في فوبراير بيروت في بيروت وفي صور كان في دانيال اللي هو كان رسمه هيبة قريبه وكان له اتهمات شنيعة قوي فدا حصل ايه شوفوا سيلر قال ايه لما حصل التحيات دي في بيروت وووجه بهذه الاتهامات الشنيعة فبيقول دانيال على ما يبدو أفلت أو أفلت من الحكم في بيروت من خلال استقالاته من خلال استقالاته من أسقفته أو أسقفيته يعني في مجمع أفلت ستاني يعني من قبل ما يجي راح هو إيه استقال دفع فوتيوس أسقف صور أنه لا يستطيع تذكر ما حدث لا ده ده في مجمع أفلت ستاني بيقول كده فوستوس كلام ده جايبه أنا بستبق باقتبس ما يخص دانيال اللي حصل معاه فوتيوس قال في مجمع أفلت ستاني أسقف صور أنه لا يستطيع تذكر ما حدث لكنه ناشد أستاسيوس باعتباره الشخص الذي كان لديه معرفة دقيقة بما قد نوقش نوقش مع دانيال هذا الأخير وأورانيوس التلاتة اللي كان حددهم الإمبراطور فوتيوس وأستاسيوس وأورانيوس يؤكد ما قاله بيقول ذكر أن دانيال قد اتهم بالسلوك المشين وأنهم عندما كانوا يفكرون في عزله استقال بالتالي أعلن أستاسيوس أنه تقرر إحالة القضية إلى حكم المجمع والذي كما علموا كان من المقرر عقده قريبا كان وصل لهم الخبر أن الإمبراطور أعلن عن دعوة لمجمع أفاسوس فهو استقال وهو طبعا كان هيتحكم عليه فقال لا السلطان العازل ده يبقى للمجمع تقرر إحالة القضية إلى حكم المجمع والذي كان كما علموا كان من المقرر عقده قريبا وكان فيه واحد تاني مع دانيال اسمه جون أو يحنى فهو ليس لدينا أي سجلات لجلسة الاستماع في قضيته يعني عايز أقول أن دانيال برضو من ضمن القضاياهم عرضت في مجمع أفاسوس قدم الاستقالة من مجرد التحقيقات اللي حصلت في بيروت وصور في اللجنة اللي كان شكلها الامبراطور لتلقي الشكاوى والاتهمات الخاصة أو المقدمة ضد ضهيبة ومن رسمهم اللي من ضمنهم دانيال يبقى احنا عندنا في لبيانوس قضية كانت محسومة كان في عار وقدم استقالة والامبراطور قاله لا استمر وقدم يعني عرض للإمام بتاعك أو صورة للإمام بتاعك دانيال كانت يعني الشكوى صعبة خالص لدرجة هو نفسه عشان يهرب من الأغض والعطف رح قدم استقالته وبنقوله هنا بالنسبة لقضية دانيال فكانت منتهية باستقالته من الأسقفية خلال الاستجواب الذي تم في بيروت وصور في الصوم الكبير ربعمية تسعة واربعين ومن ثم كان الحكم عليه في مجمع عفاس وستين ربعمية تسعة واربعين قطح سيل حاصل اللي هو بيوصفوه بالمجمع اللصوصي واللي فيه افترة احنا بنذكر القضايا اللي هتتقدم فيه كان شكلها ايه بنبذة مختصرة نرجع لهيه اللي هو كل دول كان قطاخي ليه دور في تصعيد او مساعدة الشاكين ضدهم لما الكيل طفح عند الناس وبدأهم يروحوا يشتكوا فاكرين احنا كنا اتكلمنا عن هيبة ان لما حصل الاستجواب معاه في بيروت وكان في الوقت يقولوا خلاص هو هيحرم نصور وتعاليمه وانه خلاص حتى الناس اللي اشتكوه مش هياخد منهم موقف الكلام ده لما حصل في الاستجواب جي بقى راح للرهة او ادسة ادسة او الراحة عشان اللي يسمع الكلمتين دي منطقة واحدة يعني فلما راح هناك حصل هياج محدش تيقه فبدون نجد عند عودة هيبة الى ادسة انهاج عليه الرهبان والاكليروس لانهم كانوا يعلمون بنصرياته جيدا وخداعه بخصوص مصلحة 433 لما حققوا معاه انت زي ادنت كيرولوس وقلت هرتوقي قال انا كنت تابع للرئيس بتاعي يحنى الانطاقي لكن لما عمل المصلحة وتراجع عن كتاباته خلاص ما بقىش هرتوقي يعني هو اللي بيحكم على القديس كيرولوس فأتخذ ده كان يعني حاجة يعني بالنسبة لهم حاجة سهلة ادخل القديس كيرولوس بنفسه واحد زي هيبة بكل البلاوي اللي هو فيها دهية بيقول عليه انه هرتوقي عشان بيقول بالطبيعة الوحدة انه ابو لناري فشوفوا بقى سيلرس بيقول عليه ايه بيقول سيلاحظ انه بينما يقبل هيبة قرارات كيرولوس وحزبه في افاسوس انه اعلن قدام جلسة التحقيق انا خلاص هحرم نصور واحترم قرارات نقية وما تحدد في افاسوس ويقصد بقى تحدد بعد تراجع القديس كيرولوس بحسب ما يدعي او ما يدعو عن تفسير البنود الاثناشر وما يدعونه بخصوص صيغة المصالح ده مجمع افاسوس بقى بالنسبة لهم كده وبينما يقبل قرارات كيرولوس وحزبه في افاسوس التزم هيبة بشدة بصيغة المصالح انا يعني اللي عمله القديس كيرولوس انا ملتزم بيه تماما يلتزم بايه بالادعاء بما يخص صيغة المصالح ملتزم بصيغة المصالح اللي هم كانوا عايزين يستغلوا محاكمة قطاخي في اقرارها وقطاخي رفضها مع الاشارة باتحاد الطبيعتين ده سيلرز اللي بيقول كده مش انا لكن مثل هذا الموقف لم يكن ان يرضي ولئك الذين احتفظوا دون تردد بالطبيعة الوحدة في كل من العاصمة ورها ونتيجة لذلك عاد المطران الى مكانه ليجد ان المعارضة لن تستقبله وناشد القيادة العسكرية الحماية من الغوغاء فيها يجان عليه بعد البلاوي دي كلها مخالفات عقائدية واخلاقية وادارية ومادية وطقسية ورجع لهم فكان فيه هيجان عليه يقول ولم يكن حزب الاوطاخيين في القسطنطنية عاطلا عن العمل ده سيلرز اللي بيقول كده كإني يعني اوطاخي اللي محكم عليه ومستبعت كأنه هو اللي ايه اللي شغال ما يقولوش ان عميلهم هي اللي عاملة كده لا تلقى الكنت فلان فلان ده انا بقولها اسماء ومصلة تقيلة شوية ما بعرفش انطقها كويس الحاكم المدني لمقاطعة كذا الاسماء صعبة في نطقها تعليمات من الحكومة للاستفسار عن سبب هذه الاضطرابات الجديدة استقبله في الرهى يوم 12 ابريل 449 حجز من الرهبان وانصارهم الذين طالبوا بادانة هيبة وعصابته من النصاطرة مش انا اللي بقول كده سيلرز تعبير ايه سيلرز نفس فطبعا السلطات جات نتيجة الهيسة اللي موجودة بعد يومين وعيدة فتح القضية تم تقديم عريضة موقعة من قبل ممثلي كل قسم من الشعب الى الحاكم المدني يعلكم ان تتخيلوا الحجد الكبير اللي هناك لدرجة كل قسم من الشعب فئات الرهبان الاكليروس الاراخنة الوجهاء الناس ناس كتيرة من قبل ممثلي كل قسم من الشعب الى الحاكم المدني من قبل القص نيليكاس ومرة اخرى تم شك بهيبة بالبدعة وانتهاك المقدسات اتهموا بالبدعة وانتهاك المقدسات لكن الكنت اللي اسمه قدامكم ده اصل مكتوب بالانجلش وبنكتب بالعربي بقى النطق ممكن يبقى مختلف لم يتحرك بالسرعة الكافية للمعارضة الناس اللي معارضين فالكنت ما تحرك لهمش بسرعة وتبع ذلك ضجة لمدة ثلاثة او اربعة ايام وفي هذا المنعطف طلب الشخص المهم فرها سيلرز بيقول كده يبدو في واحد زوما كان من الوجهاء الكبار اوي كان زوء اهمية اسمه سودوسيوس الشخص المهم فرها الموقر سودوسيوس الذي امن او ضمن رعاية المعارضة من الكنت لان هيبة كان استعان بالسلطات العسكرية لقمع المعارضين ليه فالكبير اللي هناك اللي هو اسمه سودوسيوس الزوة امن وضمن رعاية المعارضة من الكنت ووضع حدا الاضطراب ومواصلة الاستماع الى القضية فالقضية تفتحت ويسمعوها في الاستجواب التحقيق التاني 18 ابريل فتحوا الاستجواب التاني لانه هما اصلا ما كانش اتحكم في الاستجواب الاول اللي حصل في بيروت وصور ودوه خلاص يعني راضيهم وخلاص لكن ما فيش اي اجراء اتخذ وحكى العدو القديم لهيبة كان فيه خصم هناك واحد اسمه القص ساموئيل ما حدث في انطاقيا وبيروت ساموئيل حكى انه هما كان بقى بيغلوا ليه اما راحوا الشاكوا في انطاقيا لديمنوس انتو عرفتو ايه اللي حصل بدل ما يريحهم جاء عليهم ولما راحوا بيروت كان في الوقت ده اتحكم على اطاخي ورغم ان اللي مسكين القضية ارسوزوكس ما برقهوش لكن ما خدوش موقف حاسم معاه خلاص روحوا ما تعملش كده تاني وهيبا كان بيجدب يعني ما كانش هنقول تراجع بالفعل لا دلغاية اخر وقت كان قال الصيغة وقال طبعتين وكل حاجة زي ماهو يعني ما غيرش حاجة فبيلحك العدو القديم لهيبا القصة ساموئيل ما حدث في انطاقيا وبيروت واقسم بان الاسقف بالفعل نطق بكلمات تجديف تؤخذ ضده وشهد اخرون بنفس الطريقة وكما كان في بيروت تمت كراءة الرسالة الى ماريس رسالة هيبة لماريس اللي هيبة قال فيها بلاوي واساء اساءات بالغة للقديس كوريلوس عمود الدين التي تشمل اتهمات موجهة ضد الرهاوي تم ارسال تقارير عن هذه الاجراءات بواسطة الاسم اللي قدامك ده الى بطريقة القسطنطنية والاسكندرية وانطاقيا والى صقفة الكدس وبيروت وصور والى زكن قائد الجيش يعني الى عددين والى رئيس المراسم الذي من خلاله يعلم او يغبر التاج السماو الاله بهذه الادوات اللي من خلاله الامبراطور بياخد خبر بالحاجات دهيت يعني كان صراخ الرهبان كان طلبتهم ايه اسقف اخر للمدينة مش عايزين وعايزين واحد تاني لا احد يقبل ايباس او هيبة لا يقبل احد مصطوريا يهلك سلالة النصاطرة دعوا التبعين للكنيسة الى الرجوع للكنيسة لان هيبة انطرد الارثوزوكس من الكنيسة على الكنيسة اللي تعاني من العنف لا يوجد الا اله واحد المسيح المنتصر دي يعني هتفتهم لا احد يريد نصطور ثاني لا احد يريد رجلا يحارب المسيح لا احد يقبل يهوزا كاسقف بدلا من اسقف ارثوزوكس للمطرانية دعه يغادر من سيغادر دي كلها كان الوضع بالنسبة الهيبة كل ده حصل قبل مجمع افاسوس ومن الواضح كما نرى ان محاكمة هيبة او بالاحرى استجواب هيبة تم بعد الحكم على اطاق واقرار الادعاء بان هناك صيغة لمصالح 433 ولذلك نجد ان هيبة اعلن تمسكه وامانه بما قد اتفق عليه كل من القديس كرولوس ويحن الانطاط ويقصد به ما يدعونه بانه صيغة المصالح ورغم اعلانه لذلك الا انه قوبل بالرفض التام من الجانب الارثوزوكسي الذي يمثل غالبية ابرشياته التي خدمها طويلاً القديس رابولة الارثوزوكسي هو ليه الناس في الرهة بالذات كانوا صحيين ووعيين وفهمين الموضوع ماشي ازاي لان قبل هبا ما يجي كان رابولة هو المطرن بتاعهم وكان صديق البابا كيرولوس وكان ارثوزوكسي صميم وحرق كتابات نصور واسز نصور فبقول التي خدمها طويلاً القديس رابولة الارثوزوكسي مما يظهر ايضاً انهم يدركون تماماً حقيقة الادعاء بان هناك صيغة مصلحة ربعمائة تلاتة وتلاتين ويرفضونها تماماً ونتيجة للرفض التام له والشهود العديدين الذين يشهدون بانه نطق بكلمات تجديف في الوقت الذي تجاهل فيه التحقيق الاول هذا الاتهام مما اثار حفيظة معارضيه مما اضطر الشخصية المهمة في الرهى المؤكر سيودوسيس ان يطلب من الكنت ان يخمد الشعب ان يواصل سماع القضية مرة اخرى في 18 ابريل 49 فتم فتح القضية مرة اخرى واخذت فيها وسجلت الشكاوي التي تثبت ادانته بالهرتقة والتجديف وقدم القصة صمويل شكواه واقسم ان هيبة تلفز بكلام تجديف مرة اخرى لما الشكاوي دي تقدمت فكانت يعزله مجمع مجمع شرعي لكن ممكن دي يكون جهة التحقيق فقط حسب القوانين فهو الفقط من خلال مجمع شرعي يمكن ان يعزل هيبة لكن الطريق اصبح ممهد بالفعل كما سنرى حالا في القسطنطينية ان اوتاخي قد ادين من قبل المجمع المكاني في نوفمبر الماضي وان هذه المحاكمة قد تصبح باطلة وقد تمكن انصاره من خلال وبواسط كيريسيفيوس من اقناع الامبراطور لازدار امر امبراطوري في تلاتين مارس يستدعي الاساقف الى افاسوس للمرة الثانية فاحاله بالتالي قضية هيبة هي الاخرى للمجمع وكانت قضية ايضا شبه محسومة من قبل ان يمقض عقد المجمع عشان تعرفوا القضايا اللي اتعرضت على البابا ديوس كوروس والرئاسة المشتركة اما هيجي المجمع افاسوس احنا لسه مدخلناش فيه بس بنقول القضايا اللي هي ايه اه جاهزة للعرض على المجمع فليبيانس فليبيانس لدرجة لدرجة خلاص بتضب والمفتاح قفلين ضده ومن عميله الكتيرة ومروغاته الكثيرة طبعا اصبح خلاص خلصنا من الشوقة اللي وقفلنا في القسطنطنية والوقف في طريقنا حسوا ان الدنيا هتقلب عليهم تاني فحينما دع الملك سودوسيوس الاساقف لمجمع افاس السلطاني ربعمية تسعة واربعين كتب سودوريتوس اسقف قرش لدمنس الانطاقي بعد تلاتين مارس يحذر قائلا مين بقى اللي خايف اوي اكتر واحد متعب اكتر واحد مراوغ رأس الافعة زي ما بيقولوا سودوريتوس فكتب لدمنس يقول له ايه هؤلاء الذين يتبعون ابروشيات اخرى لا يفهمون السم الموجود في البنود الاثناشر ولكن منتبهين بشهرة شخص الكاتب اللي هو يقصد القديس كورولوس يعني يبهرهم الشخصية لكن ما يعرفوش السم اللي فيها غير مرتبين في المحرك الخفي وانا اعتبر او اعتقد ان خليفته اللي هو مين البوا ديس كوروس ان خليفته في القرس الرسولي يعمل كل شيء لاجل تثبتهم في المجمع التاني لان خلي بالكم الفطرة اللي فاتت كلما يحطوا الدعاءات سقدورية السودامنوس على البنود الاثناشر وسيغة المصلحة فالقديس ديس كوروس بعت لهم قال لهم بالوا البنود الاثناشر طالما فيه مصلحة وكانت من شروط المصلحة قبول مجمع افسس بكل مقررات ورفضوا فهنا حس بالخطر القادم عليه ده مين بقى سودوريتوس بنقول وهنا نلاحظ ده انا اللي بقول بقى موقف سودوريتوس الصريح ضد البنود الاثناشر الاثنين عشر ومن سم سحة الاجراء الذي اتخذه البابا ديوسكوروس ضده في افسس ربعمية تسعة وربعين كما يؤكد كتابات سودوريتوس بعد المصلحة ضد البابا كيرلوس حيث ان بعض الخلق دنيين يحاولوا تبرئته من هذه الكتابات يعني موقف سودوريتوس تجلى وبقى واضح لكل احد مش ساكت كلام اللي قلته لكم اللي فات ده جاي من سيلرز في تاريخ كنيسة انتاكيا خيرس سومس بابا دبلوس بيقول برضو ايه كتب سودوريتوس الى زمنوس يقول عندئذ لا يرتض اي نفع من هذا المجمع لانه كان يخشى ان ديوس كوروس بعد ان حارب مصاق الاتفاق ربعمية تلاتة وتلاتين يستهدف ان يصدق الفصول الاثنية عشر التي لكيرلوس هنا اقر صراحة ان ديوس كوروس حارب الادعاء بخصوص صيغة المصالح اللي هو بيقول عنها حارب مساق الاتفاق ربعمية تلاتة وتلاتين وده يورينا موقف كنستنا الرسمي بخصوص الادعاء اللي بيتال عليه المصالحة الخصم نفسه بيشهد ان البابا ديوس كوروس حارب هذا الادعاء عشان فيه ناس ممكن حديثا يقروا عن المصالحة ربعمية تلاتة ويقرروها ويرددوها كأنها بالفعل موجودة هي سيغة المصالحة كان هذا هو تعليق سؤدوريتوس عند الاعلان عن مجمع افاسس ربعمية تسعة واربعين وتعليقه هذا يظهر مدى الصراع القائم حول مفهوم مصالحة ربعمية تلاتة وتلاتين ويظهر بجلاء ادراقه لما سيقوم به القديس كيديس كوروس من اقرار الفصول الاثنية عشر للقديس كورولوس التي يصرون على الادعاء بان القديس كورولوس تراجع عنها كان خايف جدا مرعوب وعمال يهيق عارفين ورا برضو اللي حصل على قطاخي ده كان هو اللي فاكر يبقى شاطر في حي موقف قلناه اتذكر مش انا اللي بقوله يعني جبت ما راجعه اللي يفتكر هو يبقى شاطر عمل ايه لا غير رهبان سوريا لا عمل حاجة تاني بدأ ايوة شاطر يا ابونا اما حط خطة قال لا لازم نستكتب بعض الاسقفة والوجهاء وزو النفوذ فبدأ يكونوا جبهة يقوموا بيها كمين المحرك ولسه لم يتوقف لم يتوقف في مفاجآت جاية انا بس احيانا بسطبق كده لكن في مفاجآت كتيرة لنشاط سؤدوريتو الزوض عشان كده من البداية خالص تضيقوا الاسم ده تاخدوا بالكم منه كويس قوي شر تعرف لو واحد بيبقى عنده اقتناع بايمان وكده بيبقى مستقيم ويحترم اولا واخيرا انت لك ايمانك وانا ليه ايماني مش هاوي لك مش هفتري عليك مش هتدعي حاجة ابونا رأيه كده وانا رأيه كده وخلاص لكن لما يقترن انحراف الايمان بانحراف السيرة وعدم الاستقامة بالكذب والادعاء والافتراء بيبقى شر متأصل يهوز السفاد ايه بيبقى امور دنوية باطلة ممكن ياخدها بنعم المنافسة الشخصية ازاي يعني احنا غلط وهو صح يعني لكن مفيش استقامة لانه لو انه له رأيه وحتى ثبت عليه وكده خلاص يعني هو كده لكن للأسف اكترن عدم استقامته في الايمان بعدم استقامته في المعاملات وفي السيرة ايضا ما كانش كويس فاشر في سيلر بقى بينقلنا نقطة تاني خالص هو هو بينقلها ان عليها وهو عارفها قس بيمهد لنا يعني بيقول ايه كانت النقطة الوحيدة موضع الشك هي موقف اسقف روما هل سيرد لون على النداء الذي يوجهه اليه رئيس المتوحدين والامبراطور لان اطاخي كان بعت للاون والامبراطور ايضا ان يقيم يعني الاجراء اللي اتخذ ازاي يعني رأيه فيه ايه ضد اطاخي بيقول هل سيرد على النداء الذي يوجهه اليه رئيس المتوحدين والامبراطور وبالتالي يدبع اسلافه سلستين وكيسستوس في دعم قضية الاسكندرية او الفكر الاسكندري يعني ان الحياة التاريخ الاديم اه يحكي لنا ويروي ان كان فيه تحالف قوي وترابط قوي بين كرسي الاسكندرية وكرسي روما وكان فيه تأييد مستمر وثقة واحترام متبادل وشفنا في وقت البابا كيرولوس ان حتى اصقف روما اه ما رحش هو بعد مندبين لكن قال القديس كيرولوس يعني يقرره انا موافع عليه بثقة كبيرة فهنا سيلرز بدأ بيمهد للاون بيقول كان موقفه هيبقى موضع شك مش معروف لس هل سيدبع هيكون مع رئيس المتوحدين اللي هو اطاخي وبالتالي يتبع اسلاف وسيلستين وكسيستوس في دعم قضية الاسكندرية او ايمان الاسكندري ام انه سيكون الى الجانب فليبيان فبيقول في حذره بيتكلم على لاون قال لاون في رده على سيودوس في 18 فبراير 449 انه سيطلب من رئيس الاساقفة الحصول على التفاصيل الكاملة للنزاع لانه لا يعرف حتى الان الا ان من خلال الوصائق المختلفة التي ارسلها اطاخي اليه وفي البيان الذي قبل هذا كان قد ذكر لاون انه لم يتلق بعد اجابة لعلم ان الراهب كان قد ادين وكان قد قال كيف هذا الاخير كان يحاول ان يخل ما كيرولوس كان قد كتب في رسائله الى نصور ويحن الانطاقي في مارس 449 ارسلت الى روما اعمال الجلسة الاخيرة للمجمع المكاني وناشد الباب المصادقة على حكمها مين اللي ناشده ده فلبيانوس هو اللي بعد لانه كان واثقا من انه لو كان الاب الاقدس اصار ما حدث ضد الكنيسة المقدسة سيستخدم دعما كبيرا فسيحل السلام ولن يكون ضرورة لمجمع عام لو فلبيانوس كان بيعتقد لو تدخل لون ويعني دعم الموقف اللي خده في فلبيانوس فمش هيكون ضرورة لمجمع عام في 21 مايو اقر لون باستلام رسالة فلبيان ووعد برد كامل وفي الوقت نفسه اكد لاخيه في القسطنطينية اللي هو فلبيانوس يعني ان الكرسي الرسولي في الغرب لن يتحمل ان يستمر اطاخ في قناعاته الفاسدة او ان يكون رئيس الاساقف في انزعاق طويل من مقاومة خصومه هنفهم دلوقتي من دلسا عجلوش بس خد موقف حذر الاول لكن بعد بعد بالتدريج ياخد الموقف في اتجاه اخر ازاي هنعرف لكن تعليق سيلرز هنا اما يقول على فيه نقطة موضع شك موقف اسقف روما يوضح فهمه لشخصية لاو واتجاهاته فكان من المعروف قوة العلاقة بين كرسي الاسكندرية وكرسي روما ووحدة الرأي والاعتقاد ايضا وخصوصا تجاه الفكر النسطوري وقد اظهر اسلاف سلستين وكسيستوس دعما وتأييدا للفكر الارثوزوكسي السكنداري ترصيخا للإيمان المستقيم وربما يرى سلرز ان شخصية لاو الان تختلف عن اسلافه فاصحاب الطبيعتين يحولون استقطابه فيخاطبون فيه نوازع السلطة والمنافسة والتميز والرئاسة بيدربه على الوطر فهل سيستجيب لهم ام يتبع اسلافه في تأييد الإيمان المستقيم والانتصار له بتجرد وتحرر من هذه النوازع الدنياوية وهذا ما ستجيب عنه الأحداث القادمة ده تعليك انا دوكا كان كلام سير بس سنة تعليك على ايه على سيلرز بقى في مضمون المجمع الخلقدوني في لبيانوس بعت رسالة للون بيقول له فيها ايه بيقول انه يطلب من لون رسائل تؤيده وتمنع انعقاد مجمع از يقول بوسط رسائلكم المقدسة ينتهي الامر كله ويرفع ايضا المجمع الذي كما بلغ مزمع يصير لعل تتنجس بذلك في كل مكان الكنائس المقدسة بدأ يخطب فيه نوازع بقى حب الرئاسة والسلطة انت بس تبعت برسالة ممكن تنهي ايه الامر برمته والمجمع ده يتلغي خالص لان كل مرعوب لان قضاياهم كانت مستوية نطجة خالصة محسومة طبعا الرسائل مش كفاية مين مرعوب اوي مين امقر واحد في الشلة دي كلها طب كويس عارفينو دلوقت سودوريتوس اه فسودوريتوس قرر لا رسالة ما تنفعش ده يستحق الواحد يسافر له مخصوص مش ور مخصوص يعني ففيه كتاب التاريخي الكنسي للذكرية الفصيح من ابقى القرن السادس يقول ايه بقى وبرده كتب عن كده فيه كتاب عن تاريخ كنسة انطاقية للمتنيح ماري اغناطي وسيع اوب التالت كان شخصية عظيمة الحية برضه زوء ايمان مستقيم قوي واضح او معلم بارز ففيه عامل كتاب تاريخ كنسة انطاقية السريانية الارثوزوكسية كاتب برضه عن كده بس انا جبتها من كتاب قديم اللي هو تاريخ زكريا الفصيح فبقول يذكر زكريا الفصيح كيف انس سؤدوريتوس ذهب الى لاون محملا بالهدايا التي تتعم العيون وهناك كتب لاون مع سؤدوريتوس الطومس المعروف الذي زعم انه كتب الى فليبيان ضد الاطاخية عرفته بحكاية الطومس ايه مين اللي وراه عشان كده جاي متوافق مع ما يدعونه بصيغة المصلح يولي بقى زكريا الفصيح يقول وقد ذهب سؤدوريت الى لاون اسفروم واغبره واغبره بكل هذه الامور وبواسطة الهدية التي تعم اعين النفس حصل على الافضل منه او ما يتمناه ومن سم كتب لاون تلك الرسالة المعروفة بالطومس والتي ظاهريا كتبت الى فليبيان ضد الاطاخية كأن يعني بيكتبها يعني ضد اطاخي لكن هي بيقرر فيها الحاجات اللي هو خايف للقديس يسكورس يقررها في المجمع اللي جاي والسيام البنود الاثناشر والغاء ما يدعونه بصيغة او مصاق الاتحاد خريزوس تومس بابا دبلوس في كتاب تاريخ كنيسة انطاقيا يقول ايه كان فليبيانس يحس بان المجمع سيتحول ضده فكتب خصوصا بذلك الى الاساقف والى لاون اسكوفروميا مغبرا بافعيل اطيخة محمي خريزوس او كريزوس اللي هو ابنه المحتال شوفوا وصفهم اما يجب يتكلموا على ناس يعني من الجانب الاخر يقولوا ازاي مغبرا بافعيل اطيخة محمي كريزوس المحتال وبابا الاسكندرية ديوس كورس ولكن لاون اسقبل الدعوة ارسل ممثلين عنه الكاهن رينانس والشماس الى زين ومعهما رسالة الى فلافيانس كان من اللازم ان تقرأ في المجمع مين الان فليبيانس فكان فليبيانس يدرك جيدا انه سيدان من المجمع بعد انزاء اظهرت التحقيقات التزوير الذي حدث وتعنت فليبيانس مع اطاخ في عدم سماحه بقراءة اعتراف ايمانه في المجمع الذي ادانه وهنا بيبين هنا هما نفسهم بيقولوا ان لاون بعد مندوبين ليه في مجمع افس اللي هما بعد كده يدعوا في خلق دنيا يوجهوا اتهام للبابا يذكروا ازاي تعمل مجمع مسكوني بدون اذن ومعرفة اصقف روما شوفوا الكذب الكذب الدايب ازاي بقى رد عليه لاون برسالة المعروفة بطمس لاون اللي قلنا عليها مما يزبط ويبرهن ان لاون اصقف روما كان على علم وموافق على نعقاد مجمع افسس الثاني ربعمية تسعة واربعين فمضمون المجمع الخلق دوني بيقول انه كتب رسالتين بهذا الخصوص رسالة الى الملك واخرى الى المجمع يعني هو من ضمن اللي وصلته الدعوة بالمجمع من الامبراطور وتجاوب مع هذه الدعوة وارسل مندبين برسالة عشان تعرفوا مدى اللي افترة اللي على البابا دي يذكرز بعد كده في مجمع خلق دونيا وازاي بفترة يدعي ان مجمع افسس لصوصي شوفوا سيلرز بقى بيقول ايه بيقول اعلن لون للعالم ان التحالف التقليدي بين كرسيه وكرسي الاسكندرية قد انقصر على وعلى ذلك كانت هذه هي الحالة الاولى في تاريخ الكنيسة ان يكون بابا لمعرفة له باليونانية غامر بالتدخل في النزاعات العقائدية الشرقية سيلرز اللي بيقول كده بيقول ان لو انقصر التحالف التقليدي وعمل حاجة فيها مغامرة اول بقى كلهم كانوا ما يتدخلوش في الحاجات العقائدية وخصصا لمعرفة لهم باللغة اليونانية عشان كده بنقول مين اللي كتبها وعملها سودوريتوس حسب ما قال كمان ماري اغناطي سيعو في الوقت نفسه كتب لاو الى مؤيد الطبيعتين الاخرين في الشرق على الرغم من انه من المشكوك فيه ما اذا كانت اي من الرسائل المرسلة من روما في 13 يونيو قد وصلت الى وجهتها على ما يبدو تردد البابا في اغبار اسقف الاسكندرية ما جابش سيرة للبابا ديوسكورس خالص تردد البابا في اغبار اسقف الاسكندرية انه ارسل كتابه اللي هو الطومس الى فليبيان وادراقا منه لموقف اعضاء المحكمة لم يفعل اكثر من ابلاغ سودوسيوس انه عين مندوبين لهم الاسقف يوليوس والقسيس ريناتس وهلاري الصائم لتمثيله في المجمع المقبل ولكن كان لديه اسباب واجهة ليفكر في بولخاريا اخت الامبراطور انها سوف تتحرك نيابة عنهم لقد اظهرت بالفعل تفضيلها لعقيدة في ليبيان ده من اللي بيقول كده سيلرز واشار لبلخاريا باتجاهاتها ده كله من قبل سودوسيوس ما يموت لسه لسه في مفاجآت هتيجي لون ليها حكاية بس انا بستبق في تفاصيل جاية وهنا تحولت النقطة التي اظهر عنها سيلرز انها موضع شك الى حقيقة فقد اعلن لون للعالم قسر التحالف التقليد بين كرسي وكرسي الاسكندرية ويكتب متعجبا سيلرز يعني انها المرة الاولى في التاريخ التي يغامر فيها اسقف لروما لمعارفة له باللغة اليونانية بالتدخل في النزاعات العقائدية التي معها ولكن زيارة سيودوريتس للاون في هذا الوقت كان لها دور كبير في هذا الامر فيمكننا بسهولة ان نرى لغة واسلوب وفكر سيودوريتس بوضوح في الرسالة المعروفة بالطومس كتاب تاريخ كينستانتاكيا بيوصف بيقول في رسالة الملك الى المجمع يقول انه اضطر الى دعوة المجمع بسبب اصرار في ليبيانوس على محاكمة الارش من دريت اطيخ طبعا كان من ضمن الاعدادات للمجمع الفطرة اللي قابليها يمكن لما قلتلك قبل كده شكاوي كثيرة جدا 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 من 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 منطقة الشرق ضد ديمنوس وصد دريت السومن معهم في ناس حيانا يفتكروا ان الشرقيين كلهم كده لا ده وكانوا يلتجوا المين لما شايفين اللي عندهم انحرفوا كانوا يلتجوا لبابا الاسكندرية يشتقولوا لكن الشكاوي كتير رايحة وخصوصا من الرهبان فكان بعد ان يحت البابا كيرولوس ان ازداد نشاط اصاقفة الشرق الذين ينادون بالطبيعتين مستغلين المصلحة التي كانت قد تمت للادعاء زورا بان الايمان الارثوزوكسي هو الذي يقول بالطبيعتين مما جعل رؤساء اديرة الشرق يشتكوا للملك وللاباء الارثوزوكس ولذلك ارسل الملوك للقديس ديوسكوروس عندما دعوه لعقد مجمع افاس السستاني قائلين له الملوك الاثنين كان دايما في الدعوات اللي تتعامل كان فيه تحالف بين امبراطور الشرق وامبراطور الغرب وخصوصا كان ايام سؤدوسيوس كان امبراطور الغرب يبقى جوز بنت سؤدوسيوس فكان اما يبعتوا حاجة تخص الشأن الكنسي على اساس حاجة مسكنية فكان الاثنين يشيرقوا في اصدار المرسوم فبعتوا للقديس ديسكورس قبل المجمع ده الاباطرة قالوا لقد طرق ما سمعنا ان العديد من رؤساء ديورة الشرق الذين جهدوا في سبيل المعتقد القويم يتحملون مع الشعب من الاساقف المصابين بمرض نصور لذلك نقترح نقترح اذا حسن لقدستكم ان يحضر الى افسس القديس الزاهد ورئيس دير برسوم الذي السهرة بحسن السيرة والمعتقد القويم ممثلا رؤساء اديار الماشرك كان واحد اسمه برسوم القديس برسوم وده بنحتفل بتسكر نيحتف في السنقصار الابط بتاعنا بس انا ناس يهم ايه برسوم السورياني فالاباطرة لان كان بيجي لهم الشكاو كتير فاقترحوا ان واحد من رؤساء المتوحدين من اديارة المشرك يجي يمثل الايه الكل يكون موجود في المجمع وبيستأذنوا القديس ديس كورس ورئاس المجمع ان يسمحوا له بايه بالحضور وده من ضمن الحاجات اللي اتهم بيها البابا ديس كورس بيقول ان جاب رهبان عشان يضرابه ويهيصه ويعمله كده يعني افتراءات غير عادية كل دي الحاجات كان الاعداد ليها بوسط الملوك قبل المجمع ما يناقت هننقل كتاب تاني بقى خالص في كتاب لأعمال مجمع افاسوس ربعمية اربعين اخذ من دير السوريان عندنا كان باللغة السوريانية وموجود في المتحف البريطاني ترجمه واحد اسمه بيري واثنشر في القرن التسعة عشر كتاب يعني قديم في جيب الاحداث مين اللي نشره بيري من المتحف البريطاني لكن الكتاب اصله من اين من مصر من ديرنا احنا تشوفوا الدنيا بتلف ويلف ويجي لنا برضو يعني فصدر مرسوم امبراطوري جاء في الكتاب يعني صدر مرسوم امبراطوري يوم 27 يونيو 449 خلي بالكو الدعوة المرسوم بعقد المجمع في 30 مارس لكن اتبعه اصدار مراسيم عديدة في توصيف والاعداد للمجمع صدر كذا مرسوم بتحديد الاختصاصات وبعض التفاصيل الاخرى الصدر مرسوم امبراطوري يوم 27 يونيو 449 من كل من امبراطوري الشرق والغرب سؤدوسيوس وفلنتينيان موجه الى رؤساء مجمع عافسوس لنخلي بالكو بعد كده رئاسة مجمع عافسوس كانت سلاسية برئاسة البابا ديوسكوروس ويعاونه رئيس اصاقفة ارشاليم يوبيناليوس وتلسيوس رئيس اصاقفة قيصرية بكابدوك فصدر مرسوم الامبراطوري بخصوص قضية هبة شوفوا التحديدات جت ايه في المرسوم الامبراطوري وفي حدد القضاء الذين ينظرون هذه القضية المرسوم حدد القضية بتاعة هبة دي مين اللي هيبت في منقشتها في المجمع في حدد القضاء الذين انظرون هذه القضية وهم الذين سبق لهم تناول هذه القضية من قبل حسب الامر الامبراطوري قال ان التلاتة اللي هم عملوا للسجوابات هم اللي يحكموا باعتبرهم درسين القضية من اولها الاخرة وشمل اوز ايضا توصية باخذ موقف اتجاه مثل هذه الشخصية شخصية مين هيبة بما تجلبه من عصرات واقامة شخص اخر يعني كانت القضية اللي هي التلات اسقفة استجوبوا فيها دي بس ملهمش سلطة اخذ قرار بعزله رفعوا الامر للامبراطور بتفاصيله غير المسؤولين المدنيين اللي رفعوا التفاصيل الاحداث للامبراطور فكان الاباطرة على دراية بكل التفاصيل وكان فيه يبدو زي توصيات من الاسقفة ان ده خلاص ما ينفعش تاني فالهم اللي ينظروا القضية دهيت وشمل توصية باخذ موقف اتجاه مثل هذه الشخصية بما تجلبه من عصرات واقامة شخص اخر يتصف بكمال الحياة ونقاء التعليم فمثل هذه الشخصيات في المتربطيات الكبيرة اللي هي اللي ايمانها سليم بما لها من ايمان قوي قادرة على ضحض اي تجديف شبيهة وبالضرورة فان الاسقف الاخرين سيتبعون تعليمهم ده تلخيصي للرسالة اللي كان هقرها لكم بسرعة ده برضو عشان تعرفوا قضية تهيبة من القضايا اللي نوقشت في مجمع عافسس وكانت شبه محسومة او القضية منتهية من قبل المجمع عشان كل دي اتهمات في البابا دي سكورس كأنه اللي هو عمل فيهم كده عمل في فلان وفلان الراجل كان يعني كانت القضايا منتهية اصلا فبيقولوا بيقولوا ايه بقى تقارير عديدة ده مرسوم الاباطرة بيقول كده تقارير عديدة من الناس في الرهى وهي مدينة في مقاطعة اشرون او حاجة زي كده اعتذر اذا كنت غلطا في النطق يعني مع اعمال سيغة هناك وقد تم ارسالها هنا وتشمل اقوال العديد من الاكليروس المكرمين وخائف الله المتوحدين والوجهاء المدنيون اقوال اكليروس المكرمين خائف الله المتوحدين والوجهاء المدنيين واذا جاز القول جميع السكان من نفس هذه المدينة الذين شاهدوا ضد ضهيبة اسقف مدينة الرهى يعني شوفوا بيقولوا يعني مفيش حد في المدينة الا واشتكى منه يعني انه على قدر كبير من المعصية والتجديف ومن ثم فالامر يخص تدبير قدستكم في تقويم مثل هذا التجديف حيث ان كل هذه الشهادات يجب ان تبطل لكل هؤلاء الاكليروس والرهبان والوجهاء المدنيين والعلمانيين قدستكم لا يمكن بانصاف ان تقبلوا عند قراءة البيانات الرسمية لهذه الامور المصحوبة بالاقرارات فسوف تحررون تلك المدينة من مثل هذا التجديف او العسرة وتقيم عليها رجلا مقرما بحياة الكمال ومعروف بالايمان الحقيقي شخص حاكما او ضابطا لنفسه فاذا تم التحدث في تجديف شبيهة بهذه الجوانب فسوف تتضحض لانه لو كان لو ان الذين يترأسون مطرانيات المدن كانوا ارثوزوكس فان الاساقف الاخرين بالضرورة سوف يتبعون تعاليمهم وبالاشارة الى نفس القضية فقد امرنا بالفعل ان القضاء لهذه القضية يجب ان يكون خائف الله فتيوس اسقف كنيسة القديس بوتروس بصور والمطران استاسيوس اسقف بيروت واورانيوس اسقف مدينة حمرية الذي اوصيناه الان بالمضي قدما الى مجمعكم المقدس لكي ينقل شخصيا كل هذه التعليمات الى قدساتكم يعني ما اكتفوش ان مرسوم لا في تفاصيل اخرى كلفوا اورانيوس ان يروح يشرحها ليهم يبقى اذا قضية هيب هنا محسومة ومحكومة بمين القضاء بتوعها معروفين القديس زيس كورس قرائس للمجمع رأس المجمع يعني كانوا بمثابت منصقين للاجراءات لكن اجراءاتها كانت محسومة المدينة بكل ما فيها شاكين والتحقيقات جاهزة والاستجوابات وافية وجاهزة على الحكم لكن زي ما قلنا قبل كده مثل هذه القضية لا يمكن ان يحكم عليها الا من خلال مجمع عام يعني فالامبراطور تسهيلا للوضع خل نفس القضاء اللي عملوا من خلال المجمع بيعرضوا الامر على المجمع ويصدقوا على حكمهم اين هنا البابا دي سكورس من هذا كله اه عشان التحامل عليه بشدة يعني حاجة الحقيقة واحيانا من ابنائه يقول لي ايه دا كان عنيف اوي راح دخل عمل كذا وكذا 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 وعشرين يونيو خلي بالكو فيه مرسيم كتيرة صدرت وكذا صدر مرسوم امبراطوري تحدد فيه التكلفات برئاسة المجمع وتشمل البابا دي سكورس ويعاونه ويبناليس اسقف ارشاليم وتلسيس اسقف قيصرية الكبادوك وبذلك اصبحت الرئاسة السلاسية يعني المنسولية حتى الرئاسة السلاسية كان مجمع الحياة مجمع قافس الزوات ادارته وتنظيمه كان في غاية الكمال يمكن لو جبنا عملنا دراسة للمجامع وتنظيمها واجراءاتها يمكن من لقيش مجمع تنظم وترتب بمثل منظم مجمع قافس الزوات كان كل شيء مرتب وماشي وفقا للاجراءات مظبوط وجاء في نفس المرسوم ايضا الامر بمنع سؤدوريتوس من حضور المجمع على ان يقرر المجمع ما يخصه وجاء تعليل ذلك في المرسوم ايضا كما جاء ايضا الامر بعدم اضافة او حزف اي شيء مما قد تسبت في مجمعي نقيا وافسوس دي المجتملات اللي جات فين في المرسوم دوت بحسب ما جاء في الكتاب اللي هو اعمال مجمع قافس الزوات اللي باللغة السوريانية اللي هو اسمه ساكند السينود اوف افاسوس اللي ناشروا بيري وقالنا الكتاب ده موجود في المتحف البريطاني ومتاخد اصلا من اين من عندنا اوه القياسير ساودوسيس وفلنتنيان المشهوران بالنصر والعبادة الدائمة الى ديس كوروس في مناسبة سابقة قد امرنا بان سعودوريتس اسكو في مدينة كورش لا ينبغي ان يذهب الى المجمع المقدس حتى يقرر المجمع المقدس ما يريد بشأنه حيث اننا قللنا من منوراته كان معروف بقى اسلوب ايه مسير للقلق ازنارة فهم قبل كده كان صدر قرار امبراطوري بمنوع من دخول انطاقية وصدر قرار باتلاف كتب اللي كتبها ضد يعني كان بلوي كتير وكل ما يعمل حاجة يصدر امر امبراطوري ومش عايز يرتدع ابدا حيث اننا قللنا من منوراته ازنارة انه قد غامر بتأليف اطرحات معادية لتلك التي كتبها كيرولو الصاحب الزكرة المباركة الذي كان اسقف الاسكندرية العظمى فيما يخص الايمان از انه من الممكن على كل حال لبعض انصار نصور ان يظهروا درجة من التعاطف معه لكي بكل الوسائل يمكنوه من الوصول للمجمع المقدس ولاجل هذا السبب خلصنا بالضرورة في توجيه هذه الرسائل الملكية لتقواكم والتي من خلالها نبلغ محبتكم ولكامل اعضاء المجمع المقدس وفقا لقوانين الاباء القدسين قد قلفنا الرئاسة والسلطة ليست فقط على سيودوريتوس ولكن ايضا على جميع الاساقف الاخرين الذين سمح لهم بدخول المجمع المقدس المنعقدة الان ولتقواكم ان تكونوا مطمئنين كما نحن بحق از ايضا المحب لله جوفينار رئيس اساقفة ارشاليم والمحب لله رئيس الاساقفة لسيوس وكل من له غير مماثلة وحب للامان الارثوزوكسي وله نفس الرأي مع قدستكم الذين بنعمة الله متميزون بوقار الحياة وكمال الامان وبالنسبة لهؤلاء الذين غمروا بتزبيت اضافة او حزف اي شيء مما قد تقرر في مواضيع الامان او الامور المسلمة بواسطة الاباء القدسين في نقيا وبعد ذلك في افاسوس فاننا لا نسمح لهم باي حال من الاحوال على الاطلاق بحرية الكلام التي قد تعطى لهم في المجمع المقدس وفي نفس الوقت يغضعوا لحكمكم لهذا السبب ايضا اصدرنا هذا المرسوم از ينبغي ان يتم من عقاد المجمع المقدسة الان صدر هذا المرسوم في السادس من قاب ربعمية تسعة واربعين في ستة اغسطس يعني اثناء في التوقيت اللي كان هينعقد فيه الايه المجمع واضح ان الاباطرة شعارين بالحمل الملق على عاطق القديس زي سكورس لان البلاوي كانت كتيرة في المجمع ده فيعني بيطمنوا او احنا زي مطمئنين ما انتش لوحدك معاك هيكون يوبناليوس وتلاسيوس وكل الاسائفة اللي لهم نفس الايمان الارثوزوكسي يعني الرسالة اللي انا انتهى لكم دلوقتي او المرسوم الامبراطوري دوت جبته من اعمال مجمع عافس اللي هي باللغة السرينية اللي كان اصلا مخطوط في ديرنا وخدوه في المتحف البريطاني ونشر واحد اسمه بيري من المتحف يعني من المخطوط اللي في المتحف البريطاني فربما يقولوا قائل ان احنا يعني ابقنا حتى كانوا منحزين فهجيب شهادة اخرى من سيلرز عن هذا الامر شوفوا سيلرز بابي يقول ايه يقول كلف الامبراطور ديسكورس الرئاسة ليس فقط على سيودوريت ولكن ايضا على جميع الاساقف الاخرين الذين تم قبولهم في المجمع المقدسة الان المجتمعين كان سيودوسيس واثقا من انه اذا كان يجب على اي من النصاطرة محاولة تأمين كبول خصوم المبارك كيرولوس اسقف الاسكندرية سيكون مدعوما من قبل رئيس اصاقفة ارشاليم المحب لله جوفينال وتلسيس رئيس اصاقفة قيصرية في كابادوكيا المحب لله يعني مين اللي هيبقى مدعوم ديس كورس لو يعني هيكونوا معاه وكذلك جميع الذين لديهم حب مماثل الامان الارثزوكسي ألاوة على ذلك تم النص في هذا المرسوم على انه لا ينبغي منح اي حرية في الكلام لأولاك الذين كانوا يحاولون تأكيد اي شيء بالاضافة الى او الطرح من ما تم تحديده في نقية وتأكد في افاسوس اللي قاله سيلر ده خلاصة الايه المرسوم اللي ورد في المرجع الاول يعني سيلر بقى بيقول ايه ما هو برضو يعني سيلرز يعني هو مش يعني هو منهم بكويس انه بيجيب كده بس بيقول ايه من الواضح انه كان يوم الفرصة بالنسبة لديوس كورس الذي اصبح الان مسلحا بمثل هذا الدعم القوي مصمما على اخماد كل معارضة للطريقة الاسكندرانية في الايمان على الرغم انه كان مستعدا لمقاومة فكرة الامتزاج الا انه كان يعارض تماما التقسيم النسطوري وكما كان يعتقد ديوس كورس النصيغة المصالحة فتحت الباب امام العديد من النصاطرة ان يرفعوا رؤوسهم مرة اخرى وبناء عليه مقتنعا بان قضيته عادلة فقد عقد العزب على منع اي ذكر لطبيعتين بعد الاتحاد كان تعليم الكنيسة عن يسوع المسيح كما قال هو ذلك الذي تم وضعه في نقيا وتأكيده في افسس وبما ان الروح القدس نفسه كان قد جلس في المجمع مع الاباء وحدد ما تم تحديده للامان ان تضيف لهذا الايمان او اي محاولة تتراجع عنه فهذا خطية فادحة كان هذا هو الغرض من هذا المدافع العظيم عن الايمان حيث استعد الان لتقديم الانقلاب على خصومه شوفوا بيمدحوا بس برضو بطريقة حلوة وكل ما في الامر سيلرز بيقول ان كان في طريقة للتعبير عن الايمان حسب اسكندرية وفي طريقة ثاني فكان فيه آلم هنا قبل ما انسى احنا بقى لنا مرتين بس تستحميل اقول لكم شوية عشان نقلل من بدل ما يبقى فيه تكد المرة الجاية والبعديها ولا شطبته نعم لا 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 احنا ده كله بنماهج للمجمع دخلناش في المجمع طب هامرح على حاجات قلناها قبل كده للتذكرة مع اني كان عندي حاجات كنت عايز يمكن برضو كتير منكم ما اراهاش قبل كده لكن هخليها الاخر احنا لما نستعرض سودوريتوس باختصار بعض اعفاله يعني وحاجاته اللي عملها يعني حاجات قلناها قبل كده يعني ما الحاجات اللي قالها سيلارز عليه يقول فان ديمنوس وسودوريتوس اجحافا بأليكزندر الصحيح الايمان والمرشح من ابين القديس كرولوس والطقي بروكلوس بروكلوس ده القصف القسطنطينية رفض تعيينه على كرسي انترادوس في فنيقيا واقام او نصب بدلا منه بولوس النصوري وبالمثل في امسة في فنيقيا نصبه بومبيانوس وبعد اورانوس في حين ان الاساقف المجاورين الذين كانوا متعاطفين مع طريقة الايمان الاسكندراني قد وضعوا ايديهم على بطرس الخائف الله اما كانوا حارسين ان يرسموا اسقفة لهم فكر نصوري وينشروا الادعاة اللي موجودة هنا جاب عن مين اتنين سودوريتوس و ديمنوس في عام ربعمية ستة او سبعة واربعين كتب سودوريتوس ضد عقيدة الطبيعة الوحدة للسيد المسيح واعتبرها ابو لنارية مش هقول التفاصيل بس هقول رؤوس الحاجات بس يعني لما البابا ديوسكوروس بعت ينبه انا عايز اقرالكو بس احدى رسائل بعد ما خلص زاوت رسائل البابا ديوسكوروس ليهم كان شكلها ايه لما كان يبعت لهم ينبههم لان عايز السلام وعايز يتبه فيه اه يعني اتحاد حقيقي ويعني مفيش عداوة سودوريتوس يرفض ناقد البابا ديوسكوروس لهم ويعلن صراحة رفض القديس كورولوس ديوسكوروس للادعاة الخاصة بمصالحة ربعمية تلاتة وتلاتين التي يعتبرها سودوريتوس مصاق الاتحاد ويذكر سودوريتوس ان ديوسكوروس كتب مرتين الى الشرقيين يلزعهم بالنقض من اجل تلقى القضية وكان ظهرا ان قصد فرد معتقد الطبيعة الوحدة متصديا لمصاق الاتحاد عام ربعمية تلاتة وتلاتين لذي كان الشرقيين يستندون عليه معتبرا الاسقف اللامع الشهير سودوريتوس عائقا في سبيل مقاصده دي كان ايلها خيرزستومس بابا دوبلوس انا بديكم اقتطفات عن سودوريتوس يعني اللي هو هيتحاكم او مفروض هيسأل في المجمع اللي جاي البابا ديوسكوروس يطالب ديمنوس وسودوريتوس بقبور رسالة القديس كرولوس التي تتضمن الفصول الاثنية عشر ولكن ديمنوس يجيب انه توجد في غير هذه الرسالة نصوص اخرى تتوسع في شرح التعليم الارسزوكسي وبذلك فهم يعلنون ضمن رفضهم لقبول البنود الاثنية عشر وتمسقهم بالادعات الخاصة بمصالحة ربعمية تلاتة وتلاتين انا بوريكم اسرارهم عشان لم ييجي في المجمع هنا ويتخد موقف معاهم هذا الموقف لم يأتي من فراغ ولكن بعد محاولات سنين مش كده وبس اودوريتوس يتجرأ اكثر بانه لا يكتفي بنشر الادعاء الخاص بمصالحة ربعمية تلاتة وتلاتين ورسامة اصاقفة لهم نفس الفكر لكنه اتخذ موقف اكثر جرأة في محاولة اجبار الاكليروس والارسزوكسي بالتوقيع على ذلك ايضا واللي يكون مصيرهم الحرمان والطرد وده جاب عنه برضو خيرس السومس بابا دبلوس لدرجة البابا ديسكورس يعقد مجمعا في الاسكندرية ويوجه رسالة باسمي الى ديمنس وسوقدوريتوس متهما اياهم بانهما يفسدان الارسزوكسية الحاجات دي انا بجيب حاجات قديمة باستعرض التاريخ يعني عشان يبقى الناس عارفة يعني الناس زي كانوا ايه رغم حولة القديس زيوسكورس بمعاونة اطاخي بتحجيم سوقدوريتوس حيث صدر امر امبراطوري بقى ان يلتزم سوقدوريتوس بحدود ابرشياته الا انه ظل يلعب دورا كبيرا في اصارة البلبلة والترابات من خلال كتابات ورسائله فكتب سوقدوريتوس الى فليفيانس الكستانيو اطلعوا على احراكات ديس قرصه رغبته في فرض الطبيعة الوحدة دمنس كذلك يعني اما بعت له رسالة عشان هو صدرس يقبل البلود الاثناشر ده مرة بعت له البابا ديس قرص يقول له يعني ان يقبل البلود الاثناشر ويقرها حتى تبطل الادعاة التي تقول ان القديس قرولوس عادل عن فكرة الخاص بالطبيعة الوحدة ولكن دمنس لم يتجاوب ورفض وبدأهم يكونوا جبهة ضد البابا ديس قرص والارثوزوكس نلاقي دمنس يرسل الى فليفيان اسكو في القسطنطنية يستغيث به متهم ان القديس ديس قرص بانه يخالف القوانين اذ يتدخل في اختصاصات ابرشية يتغيره ولسياما كرسي انطاقيا الخاص بالقديس بوترس معلم القديس مرقص ويديف دمنس انه اعلم القديس ديس قرص بانهم يتمسكون بصيغة المصالحة ربما تلاتة وتلامين والايمان النقاوي وطلبوا من فليفيان ان يناصرهم بكل مجاهرة كبطل الايمان ولكن فليفيان لم يرد ان يتصدم مع القوي ديس قرص في عام ربعمية تمانية واربعين تمكن بعض الارثوزوكس الشرقيين بمساعدة اوتاخي من الحضور امام الملك سؤدسيس لاتهم الشرقيين مع رئيسهم دمنس بالنصرية كان للأسف لما كانوا يحد يلتجئ له يشتكي حد زي هيبة كان ياخد موقف دفاع ومعايد لهيبة بل ويمكن ان يدين ويحكم على المتضررين ايضا فمرة فليفيان تسلم رسالة من دمنس فيها اتهمات ضد معارضه ولكن فليفيان كان ضعيفا ما عملش حاجة لكن بدل ما ياخد موقف يعني كان يتهمهم هما يعني انها ارى لكم رسالة ايض هيبة طبعا بلوي كتير اقولناها كتير مش عايز اقرارها تاني في رسائل بقى يعني هنا المراجع ديت كانت تجيب خلاصة القديس ديوسكوروس بعت لديمنس وسقدوريتوس لكن ما جابوش مضمون الرسالة ايه اه في كتاب اه يرجع برضو الاعمال المجمع عفسوس باللغة السورينية بس مش النسخة اللي بتاعتنا اللي كانت في الدير عندنا في كنيسة اخواتنا السوريان كانوا نشروه البعض منه في كتاب القديس ديوسكوروس اه بطل الارثوكسية او يعني حاجة زي كده الكتاب ده كانوا طلبوا من نيافة الانبا ورغوريوس ان يقوم بنشره الصوفية البحث العلمي وبالفعل قدم له ونشره نيافة الانبا ورغوريوس ومن منشرات اسقفية البحث العلمي فجابوا فيه مترجم عن السورينية بعد الرسائل اه انا بس عايز اوريكو الفرق في الاسلوب الناس الاطقياء حتى لما يتكلموا مع المخالفين ليهم عشان كده بقولك يعني بتقول لي بعمل كده ليه فيه فرق الطاقي بيفضل طاقي على طول من فضلة القلب يتكلم الفم ففيه رسالة كتبها القديس ديسكوروس الى محب الله ديمنس اسقف انطاقي شوف يقول له ايه الى محب الله يقول انه لا يدهشني كتاب الله حيث ينادي كتاب الله ان استطعتم فاتبعوا السلام مع جميع الناس واني حقا لا اتعجب يا محب الله كيف قررت ان اكون في سلام مع الذين يكرهون السلام وقد تعلمت من المرتل الكريم فرسخ في ضميري كل ذلك رسوخا دائما فان كان الناس يتجنون علي باني اربع بنفسي وارترفع ان ابادلهم هذا التجني حتى وان حاولوا ضربي ونفزوا ذلك بالفعل فذلك لا يغيزني واما ان اهدد بالاساءة فذلك ليس من شيمتي ان اهدد بالاساءة فهذا ليس ايه ان طلق الامور هيناء ويمكن تحملها ولا تستحق الاهتمام ان كل همي هو ان اعلن ان المسيح هو الوحيد يعني الامور الشخصية دي والاساءات يعني هيناء لكن كل هم القديس وده زي كان البابا كيرولوس برد ان اعلن ان المسيح هو الوحيد وابن الله البكر وبه وفي يده كل شيء تأنس من اجلنا ولم يطرق عليه ظل من التغيير مطلقا ان الذين خمدت المعرفة في ضمائرهم فارتقوا المناصب العليا بايمان عاسر يتشدقون بالكفر والضلال ويهبطون بسر اعمال الرب العميق الغور الى حيث لا يليق فاقف مصعوقا واقول لا لا يمكنني التساهل معهم فانا لهم بالمرصاد مسترشدا بالحكيم القائل كل شيء جميل في وقته للحرب وقت وللسلم وقت للعمل وقت وللغيرة للرب وقت ان نبول الشكة سلاح الله وهو يهيب بنا الى الجهاد فما اقصر النهار وما احقره انه لا يكفيني للكتابة ولا اعلان ما اعلم به رجال الله انهم ينادوننا الى النهوض بقوة والاعراض بعزم عن الذين يبغضون الرب ان الوقت مناسب الان لكشف النقاب عن الاسباب التي حملتني على تدبيج هذه الرسالة يقولون وانا واثق من صدقهم ان جماهير غفيرة من الشعب الغيور المؤمن بالمسيح عرض لزوابع الشقوق العاصفة ومما يزيد في الاسى ان الذين كان عليهم تصريف الامور بحكمة وتهدئة العواصف السائرة هم راحوا يهيجون لجج الشقوق وعواصف الشر لانهم ينقعون السموم نصور ولا يتورعون فينفسونها في جسم الكنيسة فبعد ان تضامنوا مع الاباء في المجمع المسكون المقدس في نقيا وانضموا الى مسيله الملتأم في افسس وبعد ان حرموا الوحش الكاسر خصم المسيح وتعليمه المضللة اقول انهم من المؤلم حقا ان ينقلبوا بهذه السهولة الى سهام مسمومة انهم هدموا ذلك الجدار الخادع فعادوا الى رفع عمدهم من جديد ليس لهم راضع من ضمير ليسوبوا الى رشدهم ويقولوا اذا عدنا نبني ما هدمنا فاننا نتحدى النموذ انهم لا يفكرون بواجبات الكهنة ولا يقومون وزن للتعليم التي تلقوها ولا يفكرون ان ذلك يستوجب الهزء والازراء اذا كان في كنيسة انطاقيا العظم حيث تقتز الجماهير الغفيرة يقف بعض هؤلاء ينادون بالضلال وينفسون السموم فاية يد يمكنها شفاء تلك المسامع كبير الحية فمش عايز يعني ايه اقول ها في رسالة الصغيرة تاني بيقول فيها لدمنس برضو يقول اذا تعزمت المشكلات وتفاقمت المعاسي مصيرة في النفس الحزن العميك يستسلم المرء للصمت المطلق والزهول المطبق نتيجة غفوة فكرية لا تعرف كيف تستيكز اما فلنبعدنا ذلك عن نفوسنا لقل لا يتخذ زريعة الشر ضدنا اني ارغب دائما ان اكتب في المحبة والسلام واطلق ما يشبه ذلك وهذه امنياتي للكنائس المتواجب وحدة كاملة المتمتعة بايمان واحد ولعلني اطلب ما هو صعب المنال اقول ذلك لان الامور تتطلب السلوك في طريق شاق طويل وعر المسالك كثير المظالك يقول له ان الكنيسة تنظر اليك ايها الورع بخطب دومنس ان الكنيسة تنظر اليك ايها الورع فاعد لجاما وخطاما والجم افواه الذين لا يعرفون الله انهم يدعون ان نصر الضال عزل ظلما دون ان يحيد عن الطريق السوي ودون ان يتجنع على المسيح وهم لا يقرون انه مزج الضلال في الايمان المستقيم ومستمد من انجيل ويزعمون انه ترفع عن حضور المجمع المسكوني المقدس الملتأم في افاسوس ولم يتنازل الى دخول الاجتماع الذي فيه ذلك القديس المغبوط يعني طبعا رسائل كلها لغة حب وتنبيه للاتراب اللي حاصل من التعليم الغير المستقيم بنحاول نظهر به روح ابقنا وجهدهم طبعا ده كان على مر سنين طويلة من ساعة ما ظهرت بدعة نصور ومجمع افاسوس 431 واحنا وصلنا لغاية دلوقتي 449 كم سنة سنوات طويلة في محاولات برسائل وود واحترام لكن للأسف زي بالضبط ربنا يساء المسيح مع عمل معي هوزة قاعد ينبه كتير والواحد هيسلمني خير لذلك الانسان لو لم يولد وقاعد ينبه ولغم كل هذه التنبيهات في ناس بتتمسك بالشر والشر كمان زي ما قلنا مش مجرد الفكر المخالف والاعتقاد المخالف لكن الاسلوب غير المستقيم في التعامل مع الاخرين دي كلها كانت مقدمات حبيت اقولها قبل ما ندخل في مجمع عفاسو ستاني وعن اهم الشخصيات اللي قضاياهم ستطرح في المجمع السوق فليبيانوس ديمنوس هيبة دانيال اسابيوس اسكوف دوريليم طبعا كنا بنتناوله من فترة وشفنا ازاي السليب والملتوية سوق دوريتو السابعا ده زعيم الكل وان كل قضايا هؤلاء الاشخاص كانت شبه محسومة وكان الكيل طافح بالكامل وكان كل الاجراءات المتخزة كانت مرتبة مش بوسط القديس دي سكوروس يعني هو كلف بهذا الامر وهنعرف ان شاء الله في المرات القادمة ايه اللي حصل في المجمع وما تبع ذلك وهتكون في مفاجآت كتيرة في المرتين الجايين يعني حاجات حقائق تاريخية وافقار ربما الكتير ما كانش يعرفها او ما كانتش متدولة هنكتفي بهذا القدر ونشوف بعض الاسئلة في واحد جاب لنا ان تاريخ نياحة القديس برسومة السورياني في السنقصار يوم تسعة امشير اربعمائة تمانية وخمسين طب كويس يعني ما انا بقول لكم حاجات موجودة عندنا يعني مش يعني اه يعني احنا لن نتكلم الا بالوصائق زي ما قلنا اه غير منحزين لحد ولا ضد حد ولكن بنحاول نوضح الظروف اللي عاش فيها ابقنا وكان لهم مواقف والتحديات كانت ايه والافتراءات كانت ايه فعشان نبقى منتبهين الا دون ان ندري نشترك في الافتراءات عن غير علم ودي بتبقى صعبة قوي تفضلوا نصلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة